Hello everyone, welcome back to learning English with Yusra في فيديو اليوم سوف نقوم بقراءة وإنجاز تمارين الصفحتين 84 و85 من كتاب Focus للغة الإنجليزية إذن درس اليوم سوف يكون عن القواعد أي grammar هنا السؤال الأول يقول match the sentences with the pictures, write the numbers هنا لدي بعض الجمل ولدي أربع صور أربع جمل وأربع صور سوف أصل الجملة مع الحدث الذي في الصور إذن الجملة الأولى جلال يحب الرياضات الخطرة هو سوف يصل إلى قمة الجبل مونتين هي الجبل إذن أين هي الصورة المناسبة؟ هي الصورة رقم ثلاثة إذن سوف أكتب فيها رقم واحد بالنسبة للجملة الثانية لدي Tony isn't studying today Tony لن يدرس اليوم He is going to spend the day in the forest with his friends سوف يذهب ليقضع اليوم في الغابة مع أصدقائه Forest تاني الغابة إذن الصورة المناسبة هي الصورة الرابعة سوف أكتب رقم اثنان بالنسبة للجملة الثالثة Grandfather is whistling and walking to the river جدي يصفر whistling تعني التصفير and walking to the river يتمشى في النهر He is going to catch a lot of fish هو سوف يصطاد الكثير من السمك بالنسبة للجملة الثالثة في الصورة رقم اثنان سوف أكتب ثلاثة الجملة الرابعة There is a good film on television يوجد فيلم جيد أو رائع على التلفاز Mr. and Miss Smith are going to watch this film at nine السيدة والسيدة سميت سوف يشاهدون هذا الفيلم على الساعة التاسعة إذن الصورة الأولى هي المناسبة لهذه الجملة سوف أكتب رقم اربعة إذن بعد قراءة هذه الجمل ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن لدي الفيوتر نتحدث عن الفيوتر وعن نير فيوتر بالتحديد لقد سبق أنوضات فيديو يتحدث عن الفيوتر فار فيوتر ونير فيوتر سوف أتركه لكم في خانة التعليقات يمكنكم مشاهدته الآن أو بعد الانتهاء من الفيديو وباختصار النير فيوتر أو المستقبل القريب نستعمله عندما يكون شيء ما سوف يحدث بالتأكيد وكيف نقوم بتصريفه؟ نحتاج إلى subject قد يكون noun or pronoun plus to be in the present is are أو am plus going to ثم the verb والآن سوف نمر إلى السؤال الثاني read the sentences again and answer the questions اقرأ الجمل مرة أخرى وأجيب عن الأسئلة هنا لدي السؤال الأول ما الذي سوف يفعله توني؟ توني في النص أو في الجملة لديه توني is not studying today he is going to spend the day in the forest with his friend إذن سوف أكتب توني is going to spend the day in the forest with his friend توني سوف يقضي اليوم في الغابة مع أصدقائه السؤال الثاني are mister and mrs smith going to watch game on tv؟ في الجملة لدي there is a good film on television mister and mrs smith are going to watch this film at nine إذن الجواب no they are going to watch a film on tv لا هم سوف يقومون بمشاهدة فيلم على التلفاز بالنسبة للسؤال الثالث لدي is grandfather going to swim in the river؟ هل الجد سوف يقوم بالسباحة في النهر؟ وفي النص أو في الجملة لدي grandfather is whistling and walking to the river he is going to catch a lot of fish يعني أنه سوف يقوم باستياد السمك والكثير من السمك إذن سوف أكتب no the grandfather is going to catch fish in the river وبنسبة للسؤال الرابع what is جلال going to do؟ ما الذي سوف يفعله جلال؟ جلال في النص أو في الجملة لدي جلال likes dangerous sports he is going to reach the top of the mountain يعني أنه سوف يسعد إلى قمة الجبل إذن الجواب سوف يكون جلال is going to reach the top of the mountain الآن سوف ننتقل إلى الصفحة الموالية والسؤال التالي تقول study George and Hassan's planes for next week then ask and answer the questions أدرس البلاينز المخططات التي خطط لها جورج وحسن ثم اسأل وأجب الأسئلة إذن هنا سوف تلعب أنت وصديقك وهو سوف يسألك سؤال وأنت ستجيبه هنا لدي جورج on Monday watch TV سوف يشاهد التلفاز Tuesday سوف read a book يعني يوم تلتة سوف يقرأ كتاب Wednesday سوف play tennis يلعب التنس Thursday يعني يوم الخامس play chess سوف يلعب الشترنج Friday go to a disco الجمعة سوف يذهب إلى الديسكو Saturday السبت play football سوف يلعب كرة القدم Sunday أي الأحد stay at home سوف يجلس في المنزل بالنسبة لحسن Monday يوم الاثنين write a letter Tuesday الثلاثة go to a cyber cafe سوف يذهب إلى مقهبه الانترنت Wednesday يعني الأربعة watch TV سوف يشاهد التلفاز Thursday يوم الخميس draw pictures سوف يرسم صور Friday يوم الجمعة pray in the mosque سوف يذهب ليصلي في الجامعة ساتردي يوم السبت visit relatives سوف يزور أقاربة Sunday play football ويوم الأحد سوف يلعب كرة القدم السؤال الأول الذي ستطرحه على صديقك أو صديقك سوف يطرحه عليك هو is George going to play chess on Tuesday هل جورج سوف يلعب الشترنج يوم يوم التلتاء لا هو لن يفعل يوم التلتاء سوف يقرأ كتاب إذن سوف أكتب no he isn't he is going to read a book on Tuesday السؤال التاني is Hassan going to pray in the mosque on Sunday هل حسن سوف يذهب ليصلي في الجامعة يوم الأحد لا سوف يلعب كرة القدم إذن سوف أكتب no he isn't he is going to play football on Sunday الجملة الثالثة أو السؤال الثالث are George and Hassan going to play football on Sunday هل جورج وحسن سوف يلعبون كرة القدم يوم الأحد لا حسن سوف يلعب كرة القدم نعم ولكن جورج سوف يجلس في المنسل إذن سوف أكتب no they aren't جورج is going to stay at home and Hassan is going to play football السؤال الرابع what is George going to do on Friday ما الذي سيفعله جورج يوم الجمعة يوم الجمعة سوف يذهب إلى ديسكو إذن سوف أكتب جورج is going to go to a disco on Friday السؤال الخامس what is Hassan going to do on Tuesday ما الذي سوف يفعله حسن يوم الخميس حسن يوم الخميس سوف يرسم الصور إذن سوف أكتب حسن is going to draw pictures on Thursday السؤال السادس what are George and Hassan going to do on Saturday ما الذي سوف يفعله حسن و جورج يوم السبت جورج سوف يلعب كرة القدم وحسن سوف يذهب لزيارة أقاربه إذن سوف أكتب جورج is going to play football and Hassan is going to visit relatives الآن سوف نمر إلى السؤال الرابع والأخير في هذا الفيديو والذي يقول put the verbs between brackets in the correct form أكتب الأفعال في تصريفها المناسب هنا لدي سبع أفعال سوف أبحث عن الكيوورد أي كلمة المفتاح وبعدها سوف أقوم بتصريف الفعل ثم لدي هنا رسالة there Mary عزيزتي Mary hello مرحبا I'm happy to welcome you in my house أنا سيدة لكي أرحب بك في منزلي لدي I meet بين قوسين you tomorrow at 11 near Oasis Hotel يعني سوف تلتقيها غدا على الساعة الحادي عشر قرب فندق Oasis إذن هنا الكيوورد هي tomorrow غدا سوف تلتقيها بالتأكيد إذن لدي مستقبل إذن سوف أكتب I'm going to meet you tomorrow at 11 near Oasis Hotel I بين قوسين come by taxi يعني نحن لازلنا في الفيوتر وسوف تأتي عندها بسيارة أجرى إذن I'm going to come سوف أاتي لعندك بسيارة الأجرى now هنا لدي now الآن يعني في هذه اللحظة يعني سوف نستعمل ال-present continues إذن I'm writing this email to you and وبين قوسين watch TV إذن في هذه الجملة سوف نقول I'm writing this email to you and watching TV أنا أكتب هذه الرسالة لك وأنا أشاهد التلفاز هنا لقد نسوا نقطة ولدي tomorrow evening غدا في المساء there بين قوسين be سوف يكون التصريب في المستقبل إذن سوف نقول there is going to be a very interesting film about Morocco بمعنى غدا سوف يكون فيلم متير للانتباه عن المغرب لدي we watch بين قوسين this program in my house يعني سوف نشاهد هذا البرنامج في منزلي إذن المستقبل إذن الجواب we are going to watch this program in my house I بين قوسين tell يعني قال أو يقول about my interests هنا سوف أحدثك عن اهتماماتي إذن الجواب I'm going to tell about my interests see you tomorrow أراك غدا bye for now إلى اللقاء الآن رشيدة سوف نقرأ remember this يعني تذكر هذا we use going to نستعمل going to for plans للمخططات مثلا عندما أخطط لي شيء ما سوف يحدث بالتأكيد في المستقبل فأنا أستعمل going to أو near future I'm going to travel to Agadir this summer سوف أسافر إلى Agadir هذا الصيف يعني سوف أسافر بالتأكيد كما يمكنني أن أستعمل going to for prediction يعني لتنبؤ عندما أتنبأ بشيء ما مثلا be quick أسري أو أسري we are going to miss the bus سوف نفقد الحافلة يعني الحافلة سوف تذهب إذن كما قلت going to نستعملها for plans للمخططات أو للتنبؤات predictions إذن كان هذا هو فيديو اليوم أتمنى أن تكونوا استفدتم إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا مشاركة مع أصدقائكم وستنلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله